آلاف الهكتارات من الأراضي الممتدة على سفوح الجبال المحيطة بمدينة دوهوك وضواحيها تحولت خلال السنوات العشر المنصرمة إلى بساتين كثيفة تضم عشرات الأصناف من الكروم التي تشتهر بها المناطق الحدودية لا سيما بلدتا زاويتا واميدي مزارع المنطقة يقولون إنهم استوردوا أصنافا نادرة من الأعناب ويعملون على زيادة الإنتاج كما ونوعا رغم العقبات الاقتصادية التي تواجههم فهذا الحقل ينتج بمفرده نحو ستين نوعا من العنب المميز من حيث اللون والشكل والمذاق من أصل مائة وثلاثين صنفا يتم إنتاجه على مستوى الأقليم هذا الحقل يضم أكثر من خمسة ألاف شجرة لأصناف مختلفة من الكروم أبرزها الحجاز والكمال والعباس والألمان والروس واليقوتي وغيرها والدوائر الزراعية توفر لنا معظم المستلزمات الضرورية لكن إنتاجنا على جودته العالية لا يجد سبيله إلى الأسواق العالمية لذا نضطر إلى بيعه في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة سنويا تشهد دهوك مهرجانا لعرض هذه الأصناف من الكروم بغية الترويج والدعاية لمنتجات الأقليم منذ خمسة عشر عاما نعمل على تطوير مزارع الكروم بشتى الوسائل ولدينا نحو مئة صنف من الأعناب في حقول التكثير أما الأصناف التي يتم إنتاجها فعليا فيربع عددها على ستين نوعا ونقوم سنويا بعرض عشرات الأصناف منها في مهرجان خاص بغية تعزيز التعاون بين المزارعين أنفسهم وجذب الاستثمارات غياب مسح ميداني دقيق يحول دون توفر أرقام محددة لدى الدوائر الزراعية في المنطقة عن حجم العائدات المالية لزراعة الكروم المساحة الإجمالية المخصصة لمزارع الأعناب في دوهوك تقدر بنحو خمسة ملايين متر مربع والحقول تحظى بدعم ورعاية مباشرة من جانبنا أما معدلات الإنتاج فتبلغ نحو سبعة آلاف طن سنويا ولعدم وجود جهات مختصة فأن الإيرادات المالية لهذه المنتجات لا زالت غير معلومة لكنها بلا شك ستصبح أحد أعمدة الاقتصاد في الإقليم هذا الحقل النموذجي يزود المزارعين سنويا بشتلات لماءة صنف من العنب إضافة إلى الأعمدة الساندة للدوالي يؤكد المختصون أن إنتاج هذه الأصناف المميزة من الكروم يمكن أن يشكل رقنا أساسيا من أركان الاقتصاد في إقليم كردستان شرط أن توفر الجهات المعنية قنوات التصدير والتصنيع لهذه المنتجات هيو عزيز سكاي نيوز عربية من حقول باقيرة لإنتاج الكروم محافظة دوهوك